بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أبناء الطلباء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نلتقي مجددا لنكمل ما أخذناه في الدرس الماضي حول العوامل المؤثرة على النشاط الأنزيمي وهو آخر درس في هذه الحصة إذن لاحظنا في الدرس الماضي عامل الحرارة كيف يؤثر على بنية الفراغية للإنزيم وكذا على موقعه الفعال اليوم سنبحث معا عن عامل آخر من أجل ذلك عزيزي الطالب أقدم لك الوتيقة التالية التي تمثل الجهاز الهضمي عند الإنسان وأنت تعلم عزيزي الطالب أن هذا الجهاز يفرز أنزيمات تعمل أنزيمات على تبسيط وإماهة الأغذية ففي مستوى الفم تفرز الغدد اللعبية أنزيم الأميلاز الذي يعمل على إماهة مطبوخ النشاط في مستوى الفم ولكن عندما ينتقل هذا الأنزيم مع الأغذية إلى مستوى المعدة يتوقف عمله في مستوى المعدة يفرز أنزيم البيبسين هذا الأخير يقوم بإماهة البروتينات ولكن عندما ينتقل البيبسين مع الأغذية إلى مستوى المعدة دقيق يتوقف كذلك عمله في مستوى المعدة دقيق تفرز أنزيمات كذلك مثل أنزيم كاربوكسي بيبتداز وأنزيم تريبسين الذين يعملان كذلك على إماهة البروتينات في مستوى المعدة دقيق هذه المقدمة عزيزي الطالب تتركنا نتساءل ما هو العامل الجديد الذي يعمل على إيقاف الأنزيم عندما ينتقل من مستوى إلى آخر من الأنبوب الهضمي إذن فالأسئلة التي أطرحها عليك هي أولا ما هي الإشكالية التي تطرحها هذه المعطيات ثانيا قدم فرضية تفسيرية لحل الإشكالية ننتقل إلى الإجابة عزيزي الطالب الإشكالية المطروحة هي واضحة لماذا عند انتقل أنزيمات من جزء إلى آخر من الأنبوب الهضمي يتوقف عملها أو ما هو العامل الجديد الذي يؤثر في الإنزيم ويوقف عمله الفرضية المقترحة إذن سبب توقف عمل الأنزيم عندما ينتقل من جزء إلى آخر من الجهاز الهضمي قد يعود إلى تغير بي آش الوسط مثلا قد يكون بي آش الفم بي آش معين عندما ننتقل إلى المعيدة يتغير البي آش إذن هذه الفرضية الآن سنبحث ونتحقق منها من خلال ما سأعرضه عليك في هذه الحصة لتبيين ذلك عزيزي الطالب أقدم لك الوثيقة التالية هذه الوثيقة تم الحصول عليها باستعمال تجارب المدعمة بالحاسوب إكزاو حيث أخذنا ثلاث أنزيمات يفرزها الجهاز الهضمي والمتمثلة في البيبسين الأميلاز والتريبسين وضعناهم في شروط ملائمة ضمن درجة حرارة ثابتة والمتغير الوحيد هنا عزيزي الطالب هو البي آش ونرى كيف تتغير السرعة الابتدائية لتفاعل هذا الإنزيم المطلوب عزيزي الطالب بناء على معطيات الوثيقة المقدمة ماذا تستنتج من التحليل المقارن للنتائج الممثلة با استخرج بأش الأجزاء المختلفة للأنبوب الهضمي وأخيرا علل سبب توقف نشاط بعض الأنزيمات عندما تنتقل عبر الأنبوب الهضمي نبدأ في حل الأسئلة السؤال الأول ماذا نستنتج؟ قبل الاستنتاج عزيزي الطالب لاحظ المنحنيات جيدا تلاحظ أن لكل إنزيم درجة بأش يكون فيها نشاطه أعظمي في البيبسين نلاحظ أن درجة النشاط الأعظمية في بأش 2 الأميلاز في 7 بينما تريبسين في حدود 8.7 أو 9 خارج هذا البيأش الأمثل تتناقص سرعة التفاعل يتناقص نشاط الأنزيم إلى أن يتوقف إذن ماذا نستنتج من خلال هذا العرض البسيط؟ أن درجة بأش تؤثر على الأنزيم أن لكل إنزيم درجة بأش مثل يكون فيها النشاط أعظمي بعدما عرفنا عزيزي الطالب أن كل أنزيم لديه درجة بأش خاصة به ننتقل للإجابة على السؤال الثاني وهو استخرج بأش الأجزاء المختلفة للجهاز العدمي طبعا هنا نقدم لك الجهاز الهضمي كما يبدو على الشاشة وكذلك نستحضر المنحنيات النتائج التجربية وحاول أن تطابق بينها أو بينهما لإيجاد بأش الأجزاء المختلفة نبدأ إذن بالأميلاز قلنا أن النشاط الأعظمي هو في بأش 7 الأميلاز تفرزه الغدد اللعابية في الفم إذن بأش الفم 7 ننتقل إلى البيبسين بأش أعظمي لهذا الأنزيم هو في بأش 2 البيبسين تفرزه المعدة إذن بأش المعدة حامضة في حدود 2 تقريبا بينما تريبسين في البيأش السرعة الأعظمية لعمل هذا الأنزيم كما تلاحظ في حدود 9 أو 8 فاصل يفرز التريبسين في مستوى المعدة دقيق إذن في مستوى المعدة دقيق البيأش يكون 8.7 أو 9 تقريبا إذن تلاحظ الأجزاء المختلفة للأمبوب الهضمي مختلفة البيأش إذن فنحن في صدد التحقق من الفرضية كما يبدو السؤال الذي بعده عزيزي الطالب هو علل سبب توقف نشاط هذه الأنزيمات الآن أصبح التعليل واضحا إذن فتوقف نشاط الأنزيمات عندما تنتقل من جزء لآخر من الأمبوب الهضمي يعود إلى تغير درجة البيأش إذن هنا عزيزي الطالب قد أثبتنا بأن البيأش هو العامل الجديد المؤثر على الأنزيم لمعرفة تأثير البيأش على الأنزيم أقدم لك عزيزي الطالب الجدول التالي حيث مثلنا في هذا الجدول بعض المجموعات الكيميائية التي تدخل في تركيب الأحماض الأمينية المكونة للأنزيم في حالتين مختلفتين البيأش المجموعات هي المجموعة الكاربوكسيلية الأمينية ومجموعة سي أشترواء الموجودة في حمض أميني الألانيم المطلوب ما هي المعلومات المستخرجة من معطيات الجدول بناء على معلوماتك اذكر على أي مستوى من الأنزيم يمكن أن تتواجد هذه المجموعات ثم بين دورها وأخيرا معتمدا على دراستك السابقة وضح تأثير تغيرات البيأش على الأنزيم ننتقل الآن عزيزي الطالب إلى الإجابة على هذه الأسئلة لاحظ الجدول جيدا ثم حاول أن تستخرج معلومات منه المعلومة الأولى تحتوي سلاسل بعض الأحماض الأمينية مجموعات قابلة للتأيين تحت تأثير درجة بيأش هذه المجموعات المجموعة الكاربوكسيلية سي أو أو آش يمكن أن تتأين وتظهر بالشكل سي أو أو مو تحت تأثير البيأش طبعا والمجموعات الأمينية أناش دو كذلك يمكن أن تتأين وتظهر بالشكل أناش دو بلوس تحت تأثير كذلك البيأش ننتقل الآن إلى السؤال الثاني السؤال الثاني عزيزي الطالب يقول مقر تواجد هذه المجموعات الكيميائية نعرض عليك البنية الفراغية للإنزيم كاربوكسي بيبتيداز لاحظه عزيزي الطالب ثم نأخذ جزءا منه من البنية الفراغية حيث تبدو سلسلة منطوية وتبدو على هذا الشكل المكبر طبعا بعض جذور الأحماض الأمينية لاحظ جذر يحتوي على وظيفة كاربوكسيلية جذر ثاني في الأسفل يحتوي على وظيفة كاربوكسيلية أخرى تقابلها جذر له وظيفة أمينية تنشأ بين هذه الجذور روابط إما رابطة شاردية أو رابطة هيدروجينية إذن ما دور هذه السلاسل الجانبية في مستوى البنية الفراغية للإنزيم؟ طبعا أولا المجموعات التي تتأثر بالـ PH تتواجد داخل البنية الفراغية تتبقى بل هذه السلاسل الجانبية وتشكل روابطا فيما بينها مسؤولة عن استقرار البنية الفراغية للإنزيم نواصل الجواب هل يمكن أن تتواجد هذه المجموعات خارج البنية الفراغية في موقع آخر من الإنزيم؟ طبعا يمكن أن تتواجد وهو في مستوى الموقع الفعال للإنزيم أقدم لك الوثيقة التالية عزيزي الطالب تمثل معقد أنزيمي حيث تظهر فقط الأحماض الأمينية المكونة للموقع الفعال والركيزة التي تبدو أمامك باللون الأزرق محاطة بخط متقطع ركز جيدا في هذه الوثيقة حاول أن تكتشف فيها الجذور التي تتأثر بالبئاش طبعا على مستوى الأسرم التي ستبدو بعد قليل تبدو المجموعات الأمينية وكذا المجموعات الكاربوكسيلية إذن نقول عزيزي الطالب تتواجد الوظائف التي تتأثر بالبئاش كذلك في الموقع الفعال ما هو دورها في الموقع الفعال؟ تثبيت الركيزة عن طريق تشكيل روابط انتقالية وتحفيز التفاعل زيادة طبعا عن مساهمتها في البنية الفراغية للإنزيم الآن عزيزي الطالب علينا أن نبين كيف تؤثر درجة البئاش على الإنزيم ننتقل أولا إلى بئاش الأمثل في درجة بئاش ملائمة البنية الفراغية للإنزيم تكون طبيعية الموقع الفعال متكامل مع ركزته يسهل تشكل المعقد الإنزيمي كما يبدو لك على الشاشة إذا تشكل المعقد طبعا يحدث تفاعل ينتج عنه ناتج الآن ننتقل خارج البئاش الأمثل إذا غيرنا في درجة البئاش لاحظ الوثائق أمامك عزيزي الطالب وثيقة تبين رابط مسؤولة عن تبات البنية الفراغية وثيقة للمعقد الأنزيمي إذن إذا تغير البئاش يحدث تغير هنا وهناك فيما يتمثل في تغير شحنة بعض الجذور التي رأيناها وهي الجذور التي تتأثر بالبئاش فإذا تغيرت شحنة بعض الجذور فعلى مستوى البنية الفراغية يؤدي إلى اختفاء بعض الروابط المسؤولة عن استقرار البنية الفراغية وبالتالي تتشوه البنية الفراغية للإنزيم بينما على مستوى الموقع الفعال ماذا يحدث؟ طبعا إذا تغيرت شحنة الجذور التي تتأثر بالبئاش يؤدي إلى عدم تثبيت الركيزة وبالتالي عدم تشكل معقد فيصبح الأنزيم غير وظيفي إذن للبئاش تأثيرين تأثير على مستوى البنية الفراغية وتأثير كذلك على مستوى الموقع الفعال إذن عزيزي الطالب كما لاحظت أن البئاش يؤثر على البنية الفراغية للإنزيم وكذلك يؤثر على الموقع الفعال لفهم هذا جيدا تعالى لنقدم الخلاصة التالية لاحظ معي المجموعات الكيميائية من الأنزيم التي تتأثر بالبئاش ما هي؟ هي سي او او اش واناش دو أين تتواجد؟ تتواجد داخل بنية الفراغية للإنزيم في مستوى السلاسل الجانبية لبعض الأحماض الأمينية ما هو دورها؟ هو تشكل روابط شاردية أو هيدروجينية مع جذور أحماض أمينية أخرى أهميتها تساهم في استقرار البنية الفراغية للإنزيم وانت تعرف أن وظيفة الأنزيم لها علاقة ببنيته الفراغية ننتقل إلى الموقع الفعال يحتوي كذلك الموقع الفعال على مجموعات اناش دو و سي او او اش دورها هو تشكيل روابط مع مادة التفاعل وتشكيل روابط انتقالية أهميتها تثبيت الركيزة وتحفيز التفاعل إذا نستطيع أن نقول أن تغير بي اش الوسط يؤدي إلى تشوه البنية الفراغية من جهة نتيجة تغير شحنة هذه الجذور من جهة أخرى نستطيع أن نقول أن تغير البي اش يؤدي إلى تغير شحنة الشحنة الأيونية لجذور الأحماض الأمينية المكونة لموقع الفعال وبالتالي يصبح غير قادر على تثبيت الركيزة إلى هنا عزيزي الطالب نعود إلى الجهاز الهضمي الذي انتقلنا منه وقلت لك أن مثل الاميلاز عندما ينتقل إلى المعدة يتوقف عمله هل أن عرفت السبب؟ جيد هو لتغير البي اش لأن البي اش الفم سبعة بينما في البي اش المعدة تنين في الاميلاز البي اش الأمثل له سبعة عندما ينتقل إلى تنين بنية فراغية تتشوه موقع فعال يصبح غير قادر على تثبيت النشاء نفس الشيء بالنسبة للبيبسين أو أي أنزيم آخر إلى هنا عزيزي الطالب ينتهي موضوعنا اليوم وإلى موضوع جديد دنتم في رعاية الله وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر